السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم عزيزي تلميذ والتلميذات من جديد إذا في الفيديو سيكون خاص للناس الذين يعيدون الامتحان الثالثة إداد أحرار لأنك لاحظة في التعليقات كيسولوا بزافة لموعد الإعلان الموعد الامتحان بطبيع الحال أول حاجة لاحظة بأنه كين بعض الناس المتتبعين دي القناة اللي هما الخاصين بتلتعي ذادي أحرار وبتالي ضروري أنني نحاول ما أمكان أني نساعدهم لأن الهدف دي القناة مساعدة جميع التلميذ ما كان نقصيش واحد مستوى لمستوى أخر كانشوف نسبة الأهمية حاليا للأسبوع كي يكون تلتعي ذادي هما اللي محتاجين شوي دير الدعم نفسي وأيضا تحضير الامتحان إلى آخره إذا بلما نطول عليكم بنسبة للناس الدهالة إعداد أحرار يكون عندها ما يسمى بامتحان جاوي ما عندهم إمتحان محلي كيتسمى مفي امتحان جاوي لماذا لأن إمتحان محلي كيكون على صعيد مؤسسة أو المؤسسة أنتم تعتقدم أشدهم كيكون عندكم ما يسمى امتحان جاوي كتدوزوا نفس الامتحان على مستوى الجهة يعني مثلا جهات سوسمسة والجهات المراكس ولا أي جهة في المكنتم فدوزوا نفس الامتحان بالنسبة للدروس الذي يسولني على دروس نفس الدروس الذي يقرأ الناس العاديين يعني مثلا الفيزياء هذا الشيء اللي كنت نوريكم في القناة في هذه الفيديوهات كنت نشرح لكم فنفس الدروس تقدروا تخدمو بهم و تدوزوا بامتحان ولا غير امتحان المحلي و كانوا تلقاهم في القناة دخلوا و تصنطوا لهم زيان و ستستفدوا بزاف ديال الحواجد اللي ممكن انهما يعونكم بزاف بالنسبة للتاريخ الموعد للامتحان فهنا صدرت الوزارة بطبيعة شي ديال وزارة ما شي واحد اللي يجيبوه هنا مذكرة واحد بلاغ عفوان خاص بالامتحانات الاشهادية بالنسبة للمراقبة المستمرة ما كنا شعندكم او امتحانات المحلية يجرى الامتحال كتاب الموحد المحلي يعني من كنت نسمع المحلي خاص بالناس اللي كيقروا يجرى الامتحال كتاب الموحد على صعيد الجهوي للنسبة الأول من السنة الدراسي الخاص بالمترشحين الأحرار خلال النسبة الثاني من شهر يناير يعني المتحان الجهوي الخاص بالمترشح الأحرار يكون ابتداء من النسبة الثاني من شهر يناير بمعنى ابتداء من 14 يناير و 13 بمعنى أنه الأسبوع المقبل هذي تبدو أنكم تدوزوا الامتحانات الجهوية الخاصة بكم وبالتالي هذي توصلكم واحد للكونفوكاسيون واحد الاستدعاء باش تدوزوا الامتحان ويريكون مؤسسة في هذي الدوزو الامتحان الجهوي دي لكم تفقين يعني بقي لكم أسبوع حاولوا تحضروا فيه ابتداء من 13 و 14 و 15 هذي الدوزو الامتحان وغالبا بدون 14 و 15 هذي الدوزو الامتحان لكن على عموم تم استعدوا هذي أسبوع ذاتين أعطوه لبرمجة كيفية المراجعة بالنسبة للناس اللي يقرأوا ولكن في نفس الوقت هذي تفيدكم حتى أنتم لأن نفس المحتوى كيف يفيد سواء تلتا عدد أحرار أو تلتا عدد مدرسين تفقين؟ إذن من هذا الشي اللي كان في هذا الفيديو بغيش نطول إليكم كانتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ولا أعجبكم الفيديو دعوا وضغطوا على زر لايك وذكروا لي في التعليقات وش عجبكم هذا الفيديو بغيتو حال النوعية للهاتف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته